اشتركوا في القناة اللي حمد الله على السلامة بعد أن أفاق من هذه الغيبوبة اللي هددت حياته بالفعل لكن مازال تحت الملاحظة وتحت الرعاية الطبية لكن الحياة بعت لنا برسالة شديدة الوضوح والخطورة حياة اللاعبين يا أستاذ نبيلا وأستاذ أعصام في خطر حقيقة حياة الإنسان أي إنسان لكنه في الملعب أنا أتحدث وفي الملعب من عصد وخصوصا في الملعب لأن كمان يعني المشهد أنا مما شفته في التلفزيون حتى في البيت عندي حصلت بلا مبالغة حالة فزع مخيفة وقع وقع مرة أه وقع لأ الطريقة اللي وقع بيها أنا لقيت البيت كله لدرجة أن بنت صوتت يعني مش أدري إيه ده اللي حصل لا قدش معاه طبعا إن الدكتور قال في البداية كان التنفذ ضعيف ثم اختفر واشتكى إنه اللاعب المحيطة حواليه منه وممكنهوش إنه يعمل أي سعفاته وده طبعا بيأخذنا يا طرر ثقافة ثقافة التعامل مع الأصابة ثقافة التعامل ثقافة التعامل مع لعب عندما يسخد في الحالة من الحالة دي هل دي موجودة ولا أنا جيب عربية تسعفة إله طيب إنت بتقول إنه ده خطر بيهدد كل إنسان اللي حصل لأحمد رفعته وحصل لمحمد عبوهاب الله يرحمه وحصل للعيبة كتيرة السقوط المفاجئ ده ممكن يحصل لمواطن في المترو ويحصل لشاب في الجامعة ويحصل للناس في الطريق إحنا عندنا افتقاد لثقافة التوعية الصحية في المعاملات الإسعافات الأولينية هل عايز أقول لك أنت بتطرح حصلت في أوروبا اللاعب هو لجد يعني استرد وعي المبدأي داخل الملعب أنت بتتكلم فيه ماتش كان فيه وعد من جمهور يعني كده بنتكلم في طريقة التعامل مع الحدث لكن إحنا أستاذ إبراهيم دون الربط بين الأسماء اللي قالها دي والمنشطات ظاهرة المنشطات أصبحت خطر بنشوف شباب زغير في الجم بيموت وهو حسن النية واخد مكملات مكملات غزائية هم بيسموه كده ياخد مكملات غزائية يروح يلعب قلبه ما يستحملش المجهود يقع هل فيه لعيبة بتعمل كده رضا ما هل ما فيش يبقى الكشف على المنشطات خطوة من خطوات الحماية أنا ما بربطهش بالواقع اللي حصلت لأني مش دوري إن أنا نحقق إيه السبب لكن إحنا عايزين نحمي 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 لعبينا